إحنا فوزنا بيمكن بأهم بطولة أفريقيا كان ده سنة التسعين دي اللي كانت في مصر وكانت أول مرة من فترة كبيرة أن احنا نفوت بالبطولة دي فدي كان بداية امطلاقة كرة اليد المصرية يعني يدغوط من جميع النواحي اللعيب بيبقى مدغوط في الملعب بس بيبقى العملية بتبقى خاف شوية من المدرب المدرب بيقى مطالب منه حاجات كتيرة جداً وخاصة الجماهير المدرب مش هو يعني أداء اللعيب في الملعب هو اللي بتحسب عليه فالدغوط بتبقى عالطرافين من جميع النواحي بس أعتقد اللعيب بيبقى أخاف اللعيب جوه الملعب فالمدرب بيبقى هي أدغوط عليه أكثر هو لسه لسه يعني متخب مع بصور لسه إحنا لسه لسه ما كملش شهر هو أو شهر ونصف فما نقدرش نحكم عليه دلوقتي يعني بس طبعا بصور مدرب كبير وليه تاريخ عظيم يعني فإن شاء الله نتمنى أن معاه نحنا نوصل بقى للمربع الزابي ننفس على بطولة العالم يعني دي طموحاتنا ما تباشي هيا مش بطولة أفريقيا يا رأي احنا طبوحاتنا أعلى من كده وإن شاء الله نفسها همتولة في عالم مع بصور يعني بصها مش تخرج عن مصر أنجولا جزائر مغرب كابفيردي سوري كابفيردي المغرب كده تونس يعني أعتقد في الفترة الأخيرة متراجعة شوية بس برضو من الاحتمالات من هي برضو تكون جوه المربع على حساب أنجولا أنا لا أنا سبت لموضوع التدريب دوتا موضوع التدريب دوت يعني موضوع يعني علاكم فعون المدربين فيه ضغط كبير جدا أنا بالنسبة لي يعني بكتفي بالشرك الإداري والحمد لله إحنا موفقين فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة